سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة كنت بفكر في بعض الآيات من الكتاب المقدس عن صورة من صور الله في حياتنا في تعاملاته معنا صورة الرب المعين القريب مننا المهتم بينا دي صورة ذهنية عندي لله ولكنها صورة واقعية في حياتي وحياة الكثيرين ممن يعرفون محبة الله الحقيقية الحقيقة أنا كنت بفكر فيكم وأنا بصلي أمام الرب النهاردة في الفكرة كان نفسي أن أحطها أمام الله وقدامكم النهاردة عن صورة الله المعين في حياتك أنت الكتاب في آيات كتيرة على لسان ناس كتير اختبروا معونة الله وتحدثوا عنها في أوقات صعبة جدا وفي أوقات أيضا أفضل في حياتهم زي مثلا داود في عز أزماته كتب عن رعاية الرب عن قوة الرب في حياته عن معونة الرب في حياته في وسط خطيته كتب عن رحمة الرب عن قدرات الرب عن ضعفه ولكن عن قوة الرب أيوب المثل يعني بيتضرب بيه الصبر في العالم كله يعني يقول لك إحنا عندنا في المثل العربي يقول لك يا صبر أيوب ربنا يدي لك صبر أيوب بس يعني دي بتبقى يعني ما هيش دعوة كويسة قوي لأنه أيوب صبر على ألام كتير ووسط كل ما كان يعاني من ألام أنا بتكلم على أيوب الكتاب المقدس بقى مش يعني الصورة الملحمية اللي في قصص القرآن أو غيره يعني لكن أنا بتكلم على أيوب الكتاب المقدس في وسط كل ما كان يعاني من ألام نفسية وجسدية قال يكن اسم الرب مبارك وبعد كل معاناته وصراعه مع الله المسألة ما كانش اللي خسره أيوب المسألة أنه يعني طبعا الكتاب يورينا صورة أنه أيوب خسر علته وأملاكه ومراته يعني كل ما كان يملك بما فيهم حب الناس ليه وما فضلش جنبه إلا شوية أصحاب يعني بيقول عليهم أنه الكتاب أنه هم دول معزين بطلين يعني مزعجين معزين متعبين جايين يعزوه فتعبوه فكان بيتكلم مع الله كمان وبيقول يا رب ليه كده مثلا يعني كان عنده أسئلة لله لكن في وسط كل ده وقبل ما ربنا يشفي وقبل ما ربنا يدي له الوعود الله يتكلم معاه الله ظهر ليه فكان رد أيوب بعد كل اللي مر بيه بسمع الأذن سمعت عنك ولكن الآن قد رأتك عيناي وهو لسه لم يشفى وهو لسه في وسط أزماته فأحيانا في وسط الأزمات الله عايزك تشوف معونته الله عايزك تشوف وجوده جنبك الله عايزك تشوف محبته ليك وبعد كده ييجي الشفاء ويجي الاحتمال ويجي وتيجي البركات الكتيرة النهاردة بصلي لكل واحد منكم في أزمات وضيقات وألام إنه رب يعطيكم المعونة إله كل معونة يعطيكم قوة وقدرة إنكم تدوءوا سلامه الذي يفوق التصور وأن يعددكم بقوة إلهية علشان تتخطوا اللي أنتوا فيه عالمين إن الرب معاكم كل حين الكتاب يقول كده الله الذي هو ملجأ ومناص في كل حين بصلي إنه هذا الإله يكون ملجأك اليوم الله الذي يعطي المعي قدرة وقوة الذي هو برجك الحصين في وجه عدو الخير دي كلمات الكتاب المقدس عن الله نفسه رب كمان بيقول طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه فأنا بصلي النهاردة إنه قبل ما نتكلم عن أي موضوع قبل ما نصلي من أجل أي حاجة بصلي إنك أنت وإنتي النهاردة تطلبوا الرب في ظروفكم في ألمكم في محنتكم والله يسوع المسيح نفسه الظاهر في الجسد الموجود في وسطنا الروح القدس الحالي فينا يعمل ويعطيكم ثمار حياة إذا كانت النهاردة الكلمة دي ليك أشكر الرب على ما عنته وعلى استجابته وخدها غطى وخديها غطى ليكي اليوم علشان تختبروا معجزات حقيقية يا رب أنا بضع أمامك إخواتي المتألمين في كل مكان بصلي يا رب إنك المحتاجين ليك المشتقين ليك المتعطشين لحضورك يروا حضور يسوع اليوم في حياته أمين حلقة النهاردة بعنوان الحجاب تحت الوصاية مش الحجاب اللي تحت الوصاية هو الحجاب والموضوع تحت الوصاية هنتكلم عن موقف أثار هيسة كبيرة أو يضجيج في الأيام الأخيرة عن مسلسل رمضاني للأستاذة الفنانة الجميلة مونة زكي الفنانة مونة زكي طلعت على الأفيش أو الإعلان يعني الأفيش يعني الإعلان اللي معمول للمسلسل الرمضاني ده واسمه تحت الوصاية وطلع بالحجاب ده وباللبس ده أثار الموضوع ده جدل لحد لي لكن الجدل كان عن الحجاب شكل مونة زكي الفن الوصاية الحقيقية كل الكلام ده كله إيه اتجاه المسلسل قبل ما المسلسل يطلع منه خمس ثواني حنشوف ونشوف إيه أهمية بقى إننا نبحث الموضوع ده مع بعض لكن دلوقتي خلينا نروح لخبر الأسبوع خبر الأسبوع النهار ده حيكون من تركيا أنا عودتكم إنه الخبر يأمة يعني خبر الأسبوع يأمة إنه يكون حاجة جديدة أو استكمال لقصة أو صلة من أجل حاجة قدمناها قبل كده النهار ده عندنا الاتنين الاتنين مع بعض مشتركين في حالة تركيا النهار ده الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا ما زالت أثاره بتتراكم على الناس الحقيقة أو على البلاد دي يعني ألاف من القصص المؤلمة ألاف من العائلات والأفراد اللي تأثروا بالزلزال ده خليني يعني أتكلم عن بس بعض الأرقام الأخيرة من موقع الجزيرة كان فيه تصريح للوزير وزير الداخلية سليمان سويلو بيقول كده كان يوم الاتنين اللي فات بيقول إنه حصيلت قتلى الزلزالين اللي ضربوا تركيا الكبار في فبراير 48484 شخص ما بينهم 6,660 أجنبي وده بيتزامن مع تسجيل مناطق في ولاية هاتاي وملاطيا جنوب البلاد هزات أرضية جديدة كان فيه هزات أرضية متعددة طبعا ألاف من الهزات الأرضية حصلت لكن لحد النهار ده كان فيه هزات أرضية فوق الأربعة وسبعة من عشرة أو خمسة من عشرة ده المعهود يعني اللي بتمر بيه البلاد دلوقتي لكن الحقيقة الأسبوع ده أيضا كان فيه حدث مزعج آخر يعني مؤلم جدا وهو الفيضان اللي حصل في جنوب تركيا خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده يعني بمنتهى الألم الواحد أنا بقيت عمال أقوله رب العربية دي فيها ناس ولا ما فيهاش العربية بتبتلع كلها تحت الماء بيقولوا أنه وقت الفيضان ده حصل بس مقتل 13 شخص الله وأهلا يعني بس مش بس القتلى ولكن للأسف أنه اللي حصل أنه الفيضان أيضا ضرب الأماكن اللي فيها خيام اللي نجيه من الزلزال ألام كتير على الناس قبل الفيضان كنت بتكلم مع أحد أفراد فريقنا اللي في تركيا الآن كان في الطريق في تركيا وبيحكي على بعض الحاجات اللي شافوها هم لدوقتي الفريق بتاعنا الموجودين على الأرض وكثير من أفراد الفريق من الخارج بيدخلوا ويخرجوا من تركيا لمساعدة الناس بكل الطرق اللي نقدر عليها أنا بشكر جدا كل القائمين على المشروع ده في قناة الحياة والموصلة أنه هم يقوموا بإرسال معونات وينو الناس من فريقنا بينزلوا يشيلوا الطوب ويساعدوا الناس على الأرض بنفسهم ويزوروا الناس في المشتشفيات وكل ده أنا يعني سعيدة أنه إحنا نقدر نقوم بجزء بسيط من الأمر ده بيقول كده أنه أو يعني كتير من أفراد الفريق شاركوا بالموضوع ده بيقول أنه في ناس خرجت من الأنقاض سليمة لكن لم يجدوا فرد واحد من أفراد عائلته طبعا سليمة ممكن يكون سلام جسديا لكن يعني متكسرين نفسيا ولا فرد واحد من أفراد عائلته تخيلوا هذا الألم اللي يمر به هذا الشخص وأنه في ناس خرجت فقدة طرف من أطراف الجسد بنات وستات ورجالة وأطفال اللي نقصوا إيده واللي نقصوا رجله واللي اتشد شعرها واللي عمي يعني حاجات مؤلمة جدا وبيعانوا معاناة شديدة جدا لكنهم شكرين ربنا أنهما مازالوا على قيد الحياة وكانوا بركة لأهلهم الباقيين في قصص كتير ومقاسي كتير لكن أيضا كتير كانت قصصهم اللي أنا عايز أقوله لكم دلوقتي اللي تأثرت بيه جدا عن شعورهم بعناية الله وهم تحت الأنقاض عن شعورهم وعناية الله وإيد بتتمدد طلعهم عن شعورهم بحضور الله معاهم سواء كان وهم متروكين في المستشفى مش عارفين هم فين ولا مين حتى لوقت من الأوقات في شهادات كثيرة من ناس كانت بتقول أنا كنت شاعر أو كنت شعر بحضور الله حتى من المسلمين حتى من المسلمين لأنه الله لا يترك أبنائه وعايز يوصلهم في المكان اللي هم فيه في وقت هذا الألم وفي أحلك الظروف فرقنا لسه على الأرض وحنكمل الصلاة معاكم ومن أجلكم أنا بطلب النهاردة أنه كل المؤمنين يجتمعوا ويصلوا معايا الآن من أجل أنه يعني الله يرفع هذا الألم عن البلاد المضروبة بالزلازل والفايضانات الفايضانات على فكرة في بلاد كتيرة حول العالم دلوقتي لازم ننتبه أن الوقت اللي احنا فيه النهاردة ده وقت هام ده وقت عمل ووقت حصاد ووقت الرجوع للرب ووقت أنك تبقى بتصلي من أجل الناس اللي حواليك ووقت أنك ترفع عينك ولا تنظر إلى الله بلوم ولكن تنظر إلى الله بمنتهى الاحتياج لما عنده نواجه أنفسنا في وقت الألم بنغضب لكن خليك زي أيوب عندما واجه محبة الله وقدرته وقوته قال يا رب أنا بسمع الأزن سمعت عنك لكن الآن قد رأتك عيني بصلي أنه كل واحد منكم النهاردة يكون في حضور الرب بيقول كده الآن قد رأتك عيني يسوع المسيح جاء على الأرض عشان أنت وإنت تشوفه وتعرفه وتختبره حضوره معاكم يا رب احنا بنرفع أمامك البلاد المضروبة بكل هذه الألم بصلي من أجل كل طفل من أجل كل امرأة من أجل كل أب أو أم فقدوا أولاد من أجل الأفراد كل واحد وواحدة بقصتهم يا رب بصلي أنك أنت تكون شفاقهم اليوم بصلي من أجل فرقنا والمجموعات الموجودة من العالم كله الآن بتساعد يا رب بصلي ارسل معنا أكتر وأكتر اعطي قوة اعطي شهادة لهؤلاء تشهد عن مجد اسمك وعظمة محبتك للمتقلمين الآن شكرا لك يا رب أمين أشكركم وأتمنى أنكم تكملوا صالة من أجل الأخوة احنا مطلوب مننا كمؤمنين أن احنا نصلي من أجل أخواتنا نرجع بقى الموضوع حلقة النهاردة والحجاب تحت الوسائل إيه الحكاية بقى ظهر الأفيش بتعمونة زكي ده والإعلان عن إحدى المنصات بتعلن عن المسلسل الجديد اللي اسمه تحت الوساية اللي بيتصور بتصوره مونة زكي في إحدى البلاد المصرية الساحلية بلد فيها صيد ومراكب ودي مهنة البلد يعني لكن يعني على الأقل لحد الآن ظهور الأفيش بالصورة دي ما بيقولش إن حاجة عن المسلسل خالص لكن المسلسل اسمه بس تحت الوساية مونة محجبة وحواجبها تقيلة شوية وشكلها خاسة ويعني شكلها إنسانة عادية من المصريات المطحنات التعبنات الشغالين على بيوتهم وأكل عيشهم وعيالهم يعني شكلها مصرية عادية التناقض بقى في إنه المجتمع المصري ابتدى قطاع منه بقى يطلع يقولك إيه ده إنتي عايزة تشويه صورة المحجبات إنتي عايزة تهدئ تهدري الأخلاق وتكرهي الناس في الحجاب فالستات ما تتحجبش وبعين بقى ابتدوا يخترعوا قصة المسلسل بيقولك ده أصل المسلسل بقى بعد كده هتقولك أنا كده بقى شكلي وحش وأنا كنت محجبة وبعدين حقلع الحجاب وأنضف ويبقى شكلي حلو واسيب شعري فشوفوا يبقى شكلها أحلى إزاي من غير الحجاب تأليف ليس ليه علاقة بموضوع المسلسل خالص خالص شوف فيه الصورة البعد كده الصيد اللي بعد كده ده واحدة بتعلق على حاتم الحواني فحاتم الحواني بيقول إنه بيقول كده بحواجب سميكة هنقرأ هقرأ اللي تحته وان أرجع رتات عليها بحواجب سميكة وبوجه مكفهر كالح يطل علينا خبثاء قومنا وفساقها ليحربوا الحجاب ولن يستطيعوا خسئتم وضل سعيكم أنا أسأل حضرتك يعني هي الستات المسلمات اللي لابسين الحجاب مش مسمح لهم ينظفوا حواجبهم ولا يشيلوا شعر وشهم ولا لا يحطوا ريحة ولا يقولك أنت ملعونة النمسة والمتنمسة والكلام ده كله مش دي برضو أحاديث أنتو بتزقوها على الستات وتفضلوا تقولواها لها علشان خاطر تطلع فعلا وجهها مكفهر إذا بتسمت تبقى تبقى رخيصة خليني أقرأ التعليق سارة بتقول كده تعالى ننزل الشارع وأنا أشير ليك على ألف محجبة بحواجب سميكة بحواجه مكفهر أنا موافقة هالكلام ليه بقى عشان تقولهم كده أنتو اللي علمتوهم كده هتتحكي لأ تحطي برفان ليه وشك في الأرض يعني ما احنا احنا تعلمنا كده أنا برضو كنت محجبة بحواجب سميكة واجب مكفهر برضو ما أنا هتحك هيقوله عايز تتعاكس يعني ما برضو يا ريتني هتطلقوا هتلاقوها سوري بالحجاب موجودة أونلاين فبتقولهم كده أليس هذا ما تريدونه من المرأة المؤمنة يا منافق أنا موافقة أنتو منافقين مش هتكلم عن شخص الراجل ده بالذات حاتم الحواني لكن أنتو يا شيوخ المسلمين أنتو منافقين الكلام بيطلع زي بيقول الكتاب كده اللي بيتكلم من النحيتين من 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 بؤه يبقى كداب بتمنعها من التزين والتبرج وتروعها باللعن من النمس وتعاهرون الضحكة المبتسمة وتسموها رخيصة وتبيحون التحرش بيها وجاي تتكلم عن وجه مونة زاكي الذي صنعتوه مونة زاكي بتقلد الوش اللي انتو حطتوه على المحجبات مركزين على الفن قوي ليه بقى علشان دي فرصة علشان تقولوا واه اسلاماء الحقوا إنهم يهدمون المبادئ إنهم يكافرون وجه المرأة المسلمة يعني لعبة قديمة طب إيه الفرق بين صورة مونة زاكي في المسلسل الصورة دي وباقي محجمات مصر مش بس الطبقة المطحونة لكن كلنا كلنا كنا كده يعني كل أخوات جوزي كانوا كلهم محجبات وأمه وكل حاجة كان في منهم اللي تحط شوية مكياج وكان في منهم اللي لأ وكانوا ستات حلوين وكل حاجة ولكن تحط الحجاب وتخرج به يبقى شكلها مكفهر ورده يعني هنعمل إيه كلنا كان شكلنا عجيب كده في الحجاب ليه مش بس مش بس الشكل أي واحدة أمر هتحطها ولبس حجاب وأتيتود قلبها مليان بالقلم والغضب والإجبار وكده يعني معلش مش كل مش كل اللبسين الحجاب عايزين يلبسوا الحجاب خالص هي بتبقى خارجة من البيت وعارفة إنه غطي شعرك في حت الشعرية بينها هتدخولي النار هت يعني شوف الصورة اللي بعد كده مقربة شوية لصورة مونة بالحجاب أي فهما بيقولوا يعني إن مونة رسمة حواجبها بالقلم ومتقلة زيادة وكده ده بالعكس ده يعني ده مونة هنا شكلها أفضل كتير من الناس اللي عندهم الشعر لسه الحواجب موصولة يقول لك كاست الرسول قال سمح بده لكن لكن في ناس عاديين كده خايفين يقول لك حتى المونة حتى طلع لها ده مامل ومش عارف إيه لا هي شكلها زي أي وست طبيعية عادي بس 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 انتو ليه بقى مسكين مونة وليه واحد كتب تويتا بيقول لك يعني انتو فاكرين انه يعني انتو عايزين الناس تتكلم على حديث النمصة والمتنمصة ومال هنتكلم على ايه واحنا اللي جبنا الحديث ده اللي هو مش بتاعكم برده مش ده اللي انتو بتقولوا لكل الستات ويتعملي كده وتشقري شعرك وتعملي ايه وتاخدي لهم ايه سبغة ومش ايه لهم يعني انتو بتتدخلوا في أدق تفاصيل حياة المرأة وبعدين ترجعوا تلموها شوف سورة مونة بقى الطبيعية واحدة طبيعية اكي مالها لا مبالغة ولا اي حاجة واحدة ست امر طبيعية اكي لكن حتى لو حطيت الحجاب على الوش ده الحجاب يضع الكآبة على على سورة الستة على طول للأسف انا مش بتكلم على الستات واقول ان انتو كائبات لا انا بتكلم على القيد الموضوع عليكم هذا القيد ليس من الله لا تلبسي ألوان ولا تعمش عارف ايه ولا تحطي بارفان ولا تحسي ان ليكي حاجة تفتح النفس يعني يعني تقولوا مثلا انا بلبس غامق كتير على البرنامج علشان انا ما بحبش ألبس الألوان المبهرجة على الهوى اوكي انا طبيعتي كده لكن برا اه بنلبس حاجات ألوان تفرح كده يجي الصيف تلبس الفستان الزهري ولا تلبس الفستان الأصفر ولا تحطه كده تبقى خارجة منشرحة لكن انتوا ليه لا ماينفعش شوف صورة مونة بعد كده ست طبيعية خالص ليه مش كل ست تقدر تعمل كده ايه الفرق الفرق ان انتم من وضعتم على المرأة ان هناك شكل معين وإلا هتروح النار وديكي مش عارف ايه وشعرك ايه وحواجبك ايه وتتعلقي منين كل الكلام ده منكم انتم من مش من تأليفك هي من من الفكر الاسلامي عن كيف نقول ايه يعني نمسح المرأة من المجتمع عموما يعني عايز تطلعي طب هنطلعك بقى ايه متغطيه خالص ما تنساش تحط رش شوية تراب عليه ويا خارجاء في ايه الصورة اللي بعد كده ليه ينو ستات في المجتمع اميرة بتقول كده ما فيش حد شوهنا قد ال 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 الافقار وفرد اه الخرقة المعفنة دي على فضاء عام مصر وتحريم كل مظاهر جمال الستات الصورة دي واقع بسيط لموزفات مصريات وزيهم وزيهم طالبات وملايين في كل شارع يعني انا فكرت نفس الفكرة دي انه اجيب صور للستات اللي ماشيين في الشارع ما تقوليش انه هما ميختلفوا عندي يعني شايفين الستة اللي عليمين دي تختلف ايه عن صورة مونة تقلع الحجاب هتبقى زي الامر هي زي الامر وكل حاجة انا انا بشوفش حد وحش لكن انتو اللي فرضتوا علينا ان احنا لازم يكون شكلنا مكفهرة على رأي حتم الحوين طب يعني لو سمحت مش يعني مش بتكلم بصورة شخصية طلع لنا امرأتك بس بوشها واحنا نقول لك هي مكفهرة اولا مش مكفهرة قد دهالي دي اوكي شوف الصورة اللي بعد كده مين اللي خلى الشكل العام للمرأة يبقى كده المصرية انا هتكلم عالمصرية يبقى كده تامش المصرية بس العراقية او اليمنية والمغربي امين كله كله حتى لما الملك قال لهم ما تلبسوش الحجاب برضو بيلبسوا الحجاب برضو ليه الشكل العام ده ايه مين اللي خلى كده شيوخ الاسلام شوف الصيد اللي بعد كده مش ده اللي احنا بنوع بس حط ايه الحجاب وعلى طول بقى يطلع لك ناس عاملالك بقى حاجات على طول عاملين اسمه ايه الجراف بيتعمل اسمه ايه يعني اه 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 مش مهم اه عاملين لنا اه قل ولا تقول افعل ولا تفعل و وحط لك البرتقانة المقشرة جنب البرتقانة اللي مش مقشرة وحاجات زي كده الحجاب بقى يقولك ده حجاب شرعي وده حجاب غير شرعي وتلبسي كده وشايفين ويشاور على كل حتة لأ حتى الطرحة اللي اللي على اليمين دي يقولك لأ ده حجاب متزين حتلف فيه كده وهتعمليه لأ يبقى نازل وازدال ويدنين على على هن من جلابي بهن وكلام ده كله مش احنا محاطين بالشكل المكفهر ده يعني لو واحدة هتلبس حجاب على شعرها ملون برضو غير مقبول من وجه نظر الشيوخ غير مقبول هتباني حد هيبصلك حد هيفتكر ان فيه واحدة ستة ماشية بس اللي هيفتك انه واحدة ستة ماشية هيشتهيها فتبقى شغلتك انتي وخلطتك انتي وكده تفاكرين الشيخ اللي كان مسك لنا مصطرة وعمال يشاور على اللبس الستات ويقولك ده صح وده غلط وده وده ما يتلبسش وده باين ومش عارف ايه وعملنا عليه حلقة زمان برضو يعني لسه موجود مين اللي مالي دماغنا بكده خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده الاستاذة هالة سمير سؤال هيست زال امر بس يعني انا مش ممكن اقول ده مكفار انتو مش شايفين حواجبها بس برضو يعني نفس الحكاية ليه عارفين ليه عشان بقى السلايد اللي بعد ده شوفوا الاعلانات عن الحجاب ما هي شروط الحجاب الشرعي بص عاد عامل ازاي يا حجاب شرعي يا علقة في البيت وهل الحجاب يختلف عن الطرحة وهل لبس البنطلون تلبسي ولا ما تلبسيش وحرام ولا مش حرام يعني معلش سامحوني طهقتوا الناس من عشتهم زهقتوا الناس من عشتهم بس الستات ليه ده انا مساميات دعاية المرعب بص حواريك كل ده عشان مونة زاكي طلعت بشكلها شكل اي اي واحدة ست محجابة عادية ماشى في الشارع لكن واقس لما ما منجحتوش بقى المرة دي عايزة اقول منجحتوش تحكتوا الناس عليكم كفاية كده بقى اكي يعني انا عايزة افهم واحدة لبسة لبس ست في مستوى معين من الناس فقيرة عندها يعني مشاكل اجتماعية المفروض انها هتبقى ارمالة بترعى عيالها حاجات زي كده المفروض يعني يعني ما تطلعش لبسة لبسهم يقولك ايه اللبس اللي لبسها ده وايه الطرحة ما الطرحة دي ده انتو الطرحة اللي هي لبسها دي عيب عندكم دي حاجة حاجة التانية يعني اسأل سؤال يعني واحد مثلا اللي مثل احدى بنوتريدام نقول عليه ازاي يعمل القصة احدى بنوتريدام ولا ايه واحدة طلع ريا وسكينة نقول ازاي تطلع ريا وسكينة يعني فن ده فن قصة بتتمثل قدامك عشان تبقى عزة ده انا زي زي قبل كده القصة بتاعت الاستاذ ابراهيم عيسى نسيت الاسم اللي كانت برضو السنة اللي فاتت كانت قصة قصة واحدة ست برضو او الهام شاهين مثلا اسمه ايه بتطلوع الروح حاجة زي كده يعني لا زعلته قوي وشكل الستات ومش عارف ايه وطلع المسلسل من اروع ما يمكن عشان قال الحقيقة انتو بتخافوا من الحقيقة هي دي الحقيقة هو ده المشهد الحقيقي لمشاعر وحال المرأة المسلمة ايه قصة المسلسل الحقيقي بقى عشان عشان نبقى عارفين قصة المسلسل الحقيقي متاخذ عن قصة واحدة اسمها الحجة صيصة اوكي الحجة صيصة دي واحدة كان يعني قصتها طلعت من سبعة ثمان سنين حاجة زي كده وتعامل معها برامج وانا اعتقد اتكلمت يعني عنها الحجة صيصة جزها مات وهي حامل تقريبا في بنتها فبعد ما ولدت قررت انها تنزل تشتغل فلقت نفسها ما هي ما عنداش حيلة غير كده فلقت نفسها بتتبهدل وبتتعاكس ومش بتتعاكس بقى يعني بيتحرشوا بيها هتشتغل في الشارع اعتقد انا يعني مش فاكرة قصتها لكن هي حبت انها تاخد مهنة جزها وكان جزها بيلمع جزم بيمسح جزم في الشارع فقررت الحجة صيصة انها تلبس لبس رجالة وتمسح كل ملامح الانوسة اللي فيها علشان خاطر تقدر تربي ولادها وتنزل الشارع بامان بصوا كده صورة الحجة سيصة اللي شوفها يقول انها راجل مش كده الحجة سيصة عاشت حاجة واربعين سنة بتربي بنتها او يعني ودي بقى صورتها وهي لابسة اللبس النساي ينو الزمن الالام اللي مرت بيها القعدة في الشارع للونهار الهم اللي شالته لكن علشان تعيش هي وبنتها ربنا ادها بنت هتعيش هي وبنتها ازاي في الشارع عشان تاكل لقمتها في مجتمع اسلامي فاضطرت انها تعيش في صورة راجل الستة في الاسلام انتصرت على ظروفها وانتصرت على دنها كمان اللي ممكن هي ما تعرفوش اصلا لكن تعرف المرتبط به وانتصرت على كل ده في المجتمع لكن دفعت تمن كبير التمن الكبير انها لم تستطيع انها تعيش حريتها كامرأة لما تسأل كل ست يعني كتير مننا انا قلت الكلام ده قبل كده الاخت فرحة قالت الكلام ده قبل كده على البرنامج يعني من من تساؤلاتنا لربنا كنا نقول ليه رب خلقتنا ستات مع انك لازم تبقي فرحانة ان ربنا خلقك ست الله خلقك ست علشان تبقي معينة عارف يعني ايه معينة المعينة اللي ربنا عملها علشان خاطر تعين ادم هي بتعينه على انه يتحدى ضعفاته وعندها فهم انها تبقى عارفة مين بيجدب ومين ما بيجدبش زي ما وجهت الحية وجهت الشيطان وقالت له انت خداع الله اداها اللي ناقص عند آدم مش هاجبكم الكلام ده بقى عشان الرجال قومون عن النساء بس هي دي الحقيقة دي حقيقة الكتاب المقدس اللي بيتكلم في الكتاب المقدس عن انه السادة معنى انها معين نظيره وهي نظيره فعلا وهي معينة فعلا بامكانيات الله الدهال لا يستطيع انه يقاومها لانه محتاج لها مش الامكانيات الجنسية بلاش العقلية الاسلامية ولكن الامكانيات الانسانية في تحدي طاقاته لو كل راجل بيسمع مراته معايش سامحوني انا خرجت بقى يعني حتة كده لو كل راجل حقيقي عارف ان مراته مصدر حكمة وعندهم امان مع بعض فيسمع تحديها لي لما تقوله انه لا دي حاجة مش صحة في طبيعتك لازم تغيرها ده تحدي انه يكون للأفضل وهو ربنا خلقها عشان كده من ضمن من ضمن مواهبها لكن احنا مجتمعنا خلانا المجتمع الاسلامي خلالست تعيش ملغية متحجبة مش متشافة منقبة وهكذا لكن عايز اقولكو حاجة انه حتى الحجاب محماش الحاجة صاصة ولا صيصة الحجاب محماش يعني هي اكيد كانت كده قبل ما تلبس نبس الرجال حجابها محمهاش لان عندنا وصاية مش بس من الاهل لا ده احنا عندنا وصاية مجتمع اسلامي يشوف الستات وقولها عملي ما تعمليش ليه وكذا الحاجة الحاجة الوحيدة اللي حمتها انها كان لازم تبقى راجل في مجتمع لا يرى النساء تكون راجل تعيش تكون ستة تدفع التمن لكن هي حمت نفسها وحمت بنتها كمان منين الفكر ده من الفكر الاسلامي الذي يرى المرأة هكذا ليه بنلوم منزكي عشان طلعت شبه واحدة قصة وقعية في المجتمع الحجاب ما بيحميش وايضا الحجاب لا يغير لا يغير الداخل ابدا ولكن بيغطي على مساوئ كتير الفيديو اللي هوريهولكو ده دلوقتي من مخيم الهول ونساء الدواعش اللي إذ فجأة كده اكتشفنا انه شوفوا الدواعش بقالهم قد ايه يعني كام سنة ستات دول في المخيمات سنين طويلة جدا من غير رجالة من غير رجالتهم بس فجأة كده الستات دول ابتدوا يخلفوا يبقى عندهم بيبيهات ايه اللي بيحصل بقى هنشوف جزئين جزء في المخيمات بتاعت الداعشيات الاجانب والداعشيات التانين خلينا نشوف شوفوا 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 دول نساء التنظيم المفترض انه هما يكونوا عايشين في المخيمات دي ما عندهمش رجالة الناس ابتدوا بقى يشوفوا انه الستات بيطلعوا حوامل وفقوا يدخلوا ويفتشوا فيلاقوا انه هما عاملين انفاء بيدخلوا من خلالها بيستغلوا أثناء العملية كانوا يفعلون ذلك حتى لا تتمكن قوات الامن من اكتشافهم انهم يستخدمون هؤلاء المراهقين لأغراض الانجاب هناك لاجئون عراقيون وبعض النازحين السوريين يذهبون خلصة الى قسم الاجانب للزواج من اجنبيات انهم يستخدمون كل هذه الطرق الانجاب المزيد من الاطفال انتو عايزين تسموها الزواج يعني معلش انواع بقى الجواز كتير زوجتوك نفسي نص ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ايام الحجاب لم يعطي ولا النقاب لم يعطي نقاء داخلي ولكن الستات دي يعني بيتجوزوا عشان يخلفوا في العيش في المخيمات دي لا ده مش بس كده ده بمنطق الاسرار دول حفر وانفاق تحت الخيام بتاعتهم علشان قاطر يدخل لهم الرجال دول ويخبوهم ومش اي حاجة يعني مثلا واحدة عندها 30 سنة ما يجراش حاجة ولد مراهق يعني ايه الفساد اللي في القلب والاخلاق ده شوفوا ما دول الاجنبيات مثلا طب نشوف بقى اللي مش اجنبيات ونشوف الرجالة بقى بيعملوا ايه تفضل دول بقى طلبت منهم ان هم يودوا كل الشباب اللي عندهم 15 سنة يطلعوهم علشان هتبقى فيه خطورة بقى على البنات الصغيرين وعلى الستات دول في الشهر 60 واحدة بتخلف في المخائمات دي الهدف ايه الرجل بيقولك احنا عندنا الجواز اربعة بس اهو انا انا عارف ان في واحد عنده سبب واحد بيعد هو انت رايح تتجوز ولا رايح تضاجع النساء علشان يخلف عيال او تضاجع النساء يعني خدمك معاي معرفش اين اين القلب يعني الستات دول مثلا بيصلوا كل صلة مثلا ولا يعني الستات دول بيفكروا في الاطفال اللي بيولدوهم دول في الموقف المخيمات دي يعني حياة غير انسانية اقوم انا اخلف عيال اجيبهم وحطهم في مخيم معايا علشان ربي دواعش طب ما دول هيخرجوا فين يعني ههم هيخرجوا المخيم تاني انتوا بتعملوا دول جوه المخيمات عشان ايه عشان بن ربي قتله فالقلب اللي بيربي قتله لا يمكن يكون لا الحجاب غيره ولا النقاب غيره ولا في ايمان يغيره ولكن ده يعني الحاجة تبرر الوسيلة لا الحجاب غطى ولا النقاب صلح خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نعم بالاصل شروط الولي يشترط في الولي ان يكون بالغ يشترط ان يكون عاقلا يشترط ان يكون مسلما اذا كان يعني القاصر الطفل الولد يعني اذا كان مسلما وبالتالي يجوز ولاية الكافر على الكافر لا اشكال ولكن اذا كان الطفل مسلما يشترط في وليه ايضا ان يكون مسلما فلو كان كافرا لا ولاية له وايضا يشترط عمليا بعضهم اشترط العدالة والمشهور عدم اشتراط العدالة يشترط أن يكون أمينا يحرص على مصلحة هذا الطفل مصلحة هؤلاء القاصرين فضيلة شيخ لنت حدثنا عن شروط الولي هل شروط الوصي تختلف عن شروط الولي؟ بالمبدأ هي نفسها عمليا ولكن يشترط بعضهم احتاط في شرطية العدالة يعني يشترط في الوصي كما في الولي أن يكون بالغا أن يكون عاقلا أن يكون مسلما ولكن بعضهم احتاط بزيادة شرط العدالة على الوصي وبعضهم قال يكتفى بأن يكون مأمونا وثقة عمليا لا إشكال وليس ضروري أن يكون عادلا خليني أحكي لكم حاجة على اللي أنا حطيت الفيديو ده أولا المسلسل عنوانه تحت الوصاية المفروض اللي فهمته عن جزء من القصة بتاعت المسلسل لأنه المفروض الأستاذة مونة زاكي بتعاني لأنها عندها أطفال ومش تقدر تشتغل وفي مشاكل مع العيلة وفي وصاية عليها وعايزة يعني تعيش وتعايش أولادها أنا اتكلمت عن نوعين من الوصاية فيه وصاية اجتماعية اللي مخلية الناس عامة تبص كده وتحكم على بعض ومين يبقى قيم على مين ومين اليقف على مين وفيه بقى الوصاية الإسلامية الوصاية الإسلامية اللي هي جاية من الولاية هما اللي اتنين معنا واحد لكن فيه يعني تفصيلات بسيطة ولو رحت لأي التفاسير الإسلامية اللي بتتكلم عن إيه الولاية إيه الوصاية هي حق للراجل زي ما شفنا كده وبيقولك إنه هي مش من حق المرأة الولاية دي مش من حق المرأة الوصاية ممكن ممكن إنه الأب يوصي للبنت لمراته قبل ما يموت إنها تكون وصية على أمور معينة للأولاد مثلا نحية المادية حاجات زي كده لكن فيه تدخلات كتيرة بتعرق الحياة المرأة المسلمة لما بتكون تحت وصية حد فالوصي هيكون مين هيكون يا إما الأب على الأولاد يا إما أبو الأب لو ما فيش بقى حنشوف دلوقتي يقولك تروح لمين وإمتى يكون فيه اختيارات أخرى بس قبل ما أشوف الفيديو اللي بعد كده أنا عايز أتكلم فيه دقيقتين على الوصاية الاجتماعية إحنا بنشوف مثلا الوصاية الاجتماعية على المرأة عموما في السعودية لما كان فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كان لكن يعني المنظمة دي أو المجموعة دي من الناس كانت بتمشي تقولها أنت غطي مش عارف إيه أنت لابسة أولا مش لابسة غطي وشك طويلي الفستان يضربوها خرزنتين وهكذا لرجالة والستات دي نوع من الوصاية الدينية الاجتماعية الواضحة جدا في المجتمع لكن مش بس ده ده فيه وصاية النساء على النساء يعني في مصر لما الستات يشوفوا واحدة شعرها طالع من تحت الحجاب ويروحوا قصينه ولا حتى تكون مش محجبة فيقصلها شعرها ولا تدخل المترو وتقول للبنات أنتو مش متغطيين أنتو كفرة أنتو كذا ما دي وصاية اجتماعية أنت لازم تبقى شبهي لازم تبقى زي أنت لازم تعمل أنا الأمر والمعروف بالمعروف أنه يعني المنكر بصفة شخصية من رأى منكم منكرا دي وصاية اجتماعية موجودة في فيديو الحقيقة أنا فاتني أحطه لكم سامحوني لكن هحطه على الفيسبوك الفيديو ده لواحد مغربي في تركيا عايش في تركيا لاجئ في تركيا دخل أحد المحلات في تركيا بيقول للبنت التركية أنت ليه مش لابسح جاب قالت له أنت مين أنت منين قال أنا مغربي قالت له طب أنت مش عارف أنك في تركيا الناس إحنا عندنا ديمقراطية قال لا بس أنت مسلمة وتركيا فيها إسلام لازم تتحجبي فالمهم قالت له لا أنت ملكش دعوة خرج والناس خرجوا من المحل بس شوف الجراءة دي مش بقى وصاية اجتماعية في بلده ده هو لاجئ ورايح بلد المفروض أنك تمشي جنب الحيطة لأنه أصلا ما بيعملكوش كويس فلا هو لازم شاب بنت ولازم يقول لها لأ غطي شعرك هيكسب فيها سواب أنا عايزك تدخلي الجنة ده أنت بيقول لها إيه كمان ما قصت أنت بكرة لو تحجبتي ربنا يجيب لك واحد كويس يتجاوزك يعني ويلمك يعادك في البي الراجل ده بيقول كده علشان بيعمل فيها سواب ولا علشان هو نظر لها فاشتهاها بس أحب أبشركم أنه البوليس التركي يا عالم البوليس التركي أبض عليه كويس كويس لأنه هذا النوع من الوصاية الاجتماعية لا يعمل بيها في مجتمعات ديمقراطية لكن إحنا عندنا الإسلام يقول لك ديمقراطية مين يا حج ده أنا أنا أدخل في كل ده خائلك بقى أنت والعيلة كلها مدام تخص الإسلام ولا الشكل الإسلامي كي فده نوع من الوصاية الاجتماعية الوصاية بقى اللي بتحدد حياة المرأة اللي بتتكلم عنها الست دي والمسلسلات الكتيرة الموجودة لما الأب يموت ولا الأب يكون مش موجود الناس اللي تمسك حال الأولاد لازم يكونوا من ناحية الأب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده درجة الأولى الولاية هي للأب وللجد من جهة الأب يعني جده لأبيه نعم ولا تكون الولاية هنا طبعا الآن أوضح هذا الأمر ولا تكون الولاية للأم يعني لا ولاية للأم ولا للجد من ناحية الأم ولا للأخ ولا بالتالي لأي قريب آخر لكن مع فقدهما يعني مع فقد الأب والجد فإن الولاية تكون لوصيهما إذا لم يكن هناك وصي لم يكن هناك وصي فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي وهو المرجع المجتهد الجامع للشروط وإذا لم يكن هناك حاكم شرعي أو هذا الأمر متعزر أو متعسر فعمليا تكون الولاية عند ذلك لعدول المؤمنين طبعا والأرحام عند ذلك أولى بهؤلاء الأطفال من غيرهم يعني عمه جده لأمه يعني إذا كانوا من عدول المؤمنين شفت لأنه الولاية مش ممكن تكون للأم فتفضل بقى الأم تروح من الجد للعم ولا الخال مش خال لا مش الخال ما ينفعش يبقى من ناحية الأم وبعدين تروح بقى للحاكم تروح للبلد الناس القائمين بالقانون يبقى زي مثلا يبقى هذا الطفل أو الأطفال في خصوصية الدولة المفروض يعني ده الشارع هو بيتكلم على الشارع ومشكلتنا الشارع وتفضل بقى تمشي من واحد لوحد لوحد لحد إذا بقى طبعا يعني الأفضل أنك تدي له العدول من المؤمنين إذا كانوا ممكن يكونوا من ناحية الجد أبو الأم من المرعب جدا أنه قابل أم أو أخوها ما يتحطوش أصلا في الصورة إلا بعد الحكومة يعني لأنه مفيش أمان لأي حاجة تيجي أو اعتبار اعتبار لوجود هذه المرأة ولا للرجالة اللي في حياتها أنا الأول مرة أشوفها في الصورة دي لما الشارع الإسلامي يقول أنه أنت ملكيش اعتبار للكيش وليه خالص ملكيش دعا خالص ولا كلمة مفتحيش بقك مش أنت بس أنت وكل الرجالة اللي وراكي لحد بقى ما حد يدي لك فتوى أنه طب حرام برضو يدي لجده ده الشرع ده الشرع هذا هو الشرع بصوا على المفاجأة الأكبر اللي تقول لك أنه الإسلام لا يدخل في حياة الإنسان إلا الفوضى بص الفيديو الأخير ده أما في موضوع المقارنة بين ولاية الأب والجد يعني من له الولاية منهما أو ولاية أي ولايتين مقدمة على الأخرى لكل من الأب والجد ولاية مستقلة يعني لا يشترط على الجد إذا تصرف في شؤون أحفاده عمليا حتى مع وجود الأب أن يستأذن الأب وولايته نافذة إن كان ذلك لا يترتب عليهم هذا أمر عادة لا يعلمه يعني ليست الأولوية للأب ولا أقول أولوية للجد يعني كلاهما له ولاية مستقلة الأب عندما يتصرف في شؤون أولاده ليس بحاجة إلى أن يراجع الجد وكذا الجد إذا أراد أن يتصرف بأمر ما عمليا في مال أحفاده في أنفسهم في أبدانهم عمليا ليس من الضروري أن يراجع الأب يعني أنا أرى لكم رسالة جات لي دلوقتي حالا من مشاهدة بتتفرج علي من مصر الشرع الإسلامي هو القانون في الدول الإسلامية يعني الشرع الإسلامي هو اللي ماسك اللي بيحدد القوانين الأسرة في مصر مثلا وكل الدول الإسلامية الشرع هو الأصل بس يعني أولا النقطة اللي قالها دي نقطة الناس ما بتنتبه لهاش إن الجد والأب ممكن يكونوا عايشين والجد ممكن يتصرف أمور الولد في نفسه وفي ماله وفي بدنه وأحواله وكل حاجة الأب ممكن يعمل تصرف والجد يعمل تصرف والاتنين صحة والاتنين ممكن يبقوا ضد بعض ده من حقه وده من حقه والأم لأ فتعيش الأم والابن في حالة لغبطة غير عادية مين اللي بيعمل كده الفوضى الإسلامية وقوانين الشريعة الفوضوية الإسلامية هقرالكم الرسالة من أختنا بتقول إنها مسيحية من مصر لكن القانون في مصر بيستخدم الشريعة الإسلامية وحزب الشريعة الإسلامية أخوها غير مؤمن هي مسيحية مؤمنة أخوها غير مؤمن مسيحي أيضا أخذ ضعف الفلوسة عادة المسيحيين بيقسموا القانون في مصر بيقول المراس كذا لكن المسيحيين جوه العيلة بيقسموا بالعدل الولد زي البنت الولد ده مش مؤمن فعمل كده وأخذ كل فلوس إخوات والبنات وصرفهم ومات وده أبوهم هو الواصي عليهم دلوقتي وهي دي بتقولك هي دي الفوضى فعلا بتقول فبالنهاية أنا وولادي بنعاني دلوقتي وأبوها وأخوها بيستمتعوا بالفلوس والبنات عايشين كما تعيش المرأة المسلمة لأنك عايش في بلد إسلامي بنظام إسلامي هو ده الشرع الإسلامي عايزة أقول حاجة عن الله في الكتاب المقدس الله بيقول عن نفسه كده إنه إله نظام وترتيب ويحب إن حياتنا يكون فيها نظام وترتيب علشان كده وجود الله في حياتك بيدي لك سلام فتفكر فتحب فتعطي فتهتم بالآخرين اللي حواليك الكتاب المقدس لا يعطي تفصيلا مين ياخد كام ولكن يعطيك المبدأ الأهم إنك تحب لقريبك ما تحب لنفسك وإنك تحب أخوك كما تحب لنفسك وإنك تعمل الحاجات اللي تبارك الناس أولا قبل ما تفكر لنفسك وإنك تشيل القشبة من عينك قبل ما تبص للقذى اللي في عين الآخرين دي المبادئ اللي تخلي الإنسان يرى الله أولا قبل ما يرى الناس إنما الشيطان يأتي بالفوضى الفوضى اللي في هذا الشرع الإسلامي اللي تخلي الناس يلفوا في دواير يعني مفرغة من الفوضى الست تبقى في إيديها إنها تحسن حياة ولادها وبناتها ولكنها لا تستطيع لأن في راجل هنا وفي راجل هناك وفي مجتمع وفي وصاية المجتمع اللي مستمدة من فكرة الوصاية الإسلامية الدائمة على المرأة بالذات المجتمع الإسلامي يعتبر المرأة أقل في كل شيء شرعا شرعا للرجال عليهم درجة وما تقوليش بقى لهن مثل اللي عليهم يقولك ده بس يعني في العبادات وكده حتى في ده لأ أنا بصلي إنك النهاردة وإنك النهاردة أنت أكلمك أنت كامرأة مسلمة تحت هذا الحجاب أنت بقى لو قلبك مش مكفهر لو قلبك عامر بمحبة الله الحقيقي وتعرفي إنك غالية عفعنين ربنا وتعرفي إن المسيح دفعت فيك تمن علشان يديك حرية وخلاص وفداء وحياة جديدة ويخلصك من الحجاب اللي على رأسك زي ما خلصني كده من الحجاب اللي أنا كنت لابساه الحجاب اللي كان على عناية وقلبي وفكري وكل شيء الله يستطيع إنه يعطيك حرية ويخرجك من كل ده لإنه لي في الموت مخارج الجائيله اسأليه اطلبيه يكون معينك اليوم بصلي من أجلكم من كل قلبي تستمتعوا بمحبة وحرية وإغضاق محبة الله عليكم في اسم يسوع أمين